السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهده الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهده الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وجملة متغيرات وتحركات تجريها اليوم بحكومة القدمة الوطنية اللي وعدت المواطن بتقديم الخدمات على قدر الإمكانيات الموجودة والخزينة المالية المحدودة وايضا جرت الكثير من الاطلاعات الميدانية وتقديم مشاريع خدمية من قبل جهد الفريق الهندسي والخدمي مرة حيث وصل مراحل متقدمة بالتالي هاي التحركات اجت بنتائج مثمرة ووفق الامكانات الموجودة وما زالت هذه الجهود طبعا مستمرة حتى وصلت مراحل متقدمة وكذلك جرت يوم امس الجولات الميدانية في الديوانية للاطلاع على احتياجات المحافظة واكمال المشاريع فيها بالتالي هاي كلها جهود مبذولة من اجل توفير متطلبات المواطن وتقديم المشاريع الخدمية اللي جاءت بالبرنامج الحكومي من لفنا الثاني مشاهدية الاحبة راح نتابع تركيا هي صاحبة الريادة ومحققة الارقام القياسية بعدوانها السافر واعتداءاتها الغاشمة فبعد جملة تحذيرات من واشنطن وتحديدا قنصريتها في اربيل بعدم سفر رعاياها لشمال العراق لضرورات تقول انها تأتي بعد معطيات عن عملية عسكرية تنوي انقرشنها على مناطق متفرقة في اقليم كردستان وسوريا ورغم انها ليست المرة الاولى وربما لن تكون الاخيرة اللي تتماد فيها تركيا على السيادة العراقية الا انها اختلفت في طبيعتها فعملية المخلب اللي تعود من اكبر العمليات الجوية التركية فضلا عن كونها اشتباك متعدد الاطراف وتوقيتها بعد ايام من هزة امن داخلية مشاهدين هذه الملفات رح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة والناقشها مع ضيوفنا الكرام بتفضل المبقاء ويانا ومتابعتنا جملة المتغيرات اللي تسعى الها الحكومة الحالية حكومة الخدمات تنتهي بتفسير واحد كما اشار اليه اصحاب الرأي والتفسير هو متابعة الواقع بجدية حيث تسعى الحكومة الى اصلاح حقيقي للواقع المتردي ويعادة بناء المنظومة السياسية اللي اصبحت على وشك الانهيار خلونا نفتح بياكم مشاهديا احب هذا الملف لكن بعد انشاه التقرير الزميلة نهش ماري في كل زاوية ثغرة للفساد والدمار هكذا تسلمت حكومة الخدمات مقاليد السلطة التنفيذية واليوم عازمة على ايجاد المنافذ التي تخرج من خلالها البلد الذي غار في ازمات كثيرة فتوجهت الجهود نحو اصلاح الواقع الخدمي بتتبع اسباب الفشل والاخفاق بجدية التحرك والحرص على استحصال قبول الشارع العراقي وهذا ما اتضح جليا بعد الشروع بتقديم الخدمات المواطن عاني الكثير من الويلات في الحكومات السابقة لكن هذه الحكومة الجديدة ان شاء الله احنا نتأمل خير منها لان على وعودها على ارض الواقع يعني هناك تقديم خدمات بناء مؤسسات والشرح المظلومة وغيرها وكل مؤسسات الدولة يعني العراقي كأنما يريد ان ينبني من جديد يعني من خلال التوجه الحكومي وهذا طبعا ايجاب ونحن نرحب بهذه كل القطوات الجيدة من قبل الحكومة ففي ساحة التحديات يرى المراقبون ان اصعب ما يواجه الحكومة الجديدة هو اعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الحكومية وهذا لا يأتي بين ليلة وضحاها بل لا بد من اخذ الوقت الكافي الذي يستعيد من خلاله توازن اختلال المنظومة السياسية المتهالكة وكذلك التوجه بروية صوب تقديم الخدمات واستعادة الامور الى نصابها الحقيقية فالكثير من التراكمات في ملافات الدولة تحتاج الى اعادة النظر فيها هناك ملامسة حقيقية لمعاناة المواطن وايضا هناك متابعة جيدة من خلال متابعة الوزارات والاجتماعات الاسبوعية التي تحدث وبالتالي هذا امر يعطي واعز الى كل الجهات التنفيذية ان تكون على قدر المسؤولية في تنفيذ البرنامج لان هناك جهات تحاسبها وتراقبها فاعتقد ان سيد محمد الشاعر السوداني بدأ بخطوات جيدة من اجل تنفيذ برنامج حكومي يخدم المواطن العلاقية عكومة الخدمات تبنت عدة وعود جاءت على اثر متابعات ترد الواقع الخدمي في البلاد اذ تمحورت تلك الوعود حول تقديم الخدمات واجتثاث الفساد وايقاف هدر المال العام وهناك مصادر تذكر ان التحركات المقبلة ستتوجه صوب الوزراء بتخفيض رواتبهم او الغاء بعض المخصصات وكذلك اعانة المواطنين المتقاعدين منهم والمستحقين من الطبقات الفقيرة اذا هذه التحركات والقرارات المتواترة يعدها المتابعون خطوات ايجابية نحو تنفيذ ما جاء في البرنامج الحكومي بما يخدم مصالح المواطن وتلبية طموحها نهى شمري الايام الفضائية مجددا حياكم الله ومشاهدين احبب هذا الملف ارحب بي ضيفي الكريمين الدكتور عائد الهلاري عضو تحالف الفتح وكذلك ارحب بي ضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حياكم الله وضيوف الكرام ابدأ مع حضرتك الدكتور عائد نتحدث عن خطوات رئيس الوزراء الاخيرة من حيث تقليل امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة وكذلك وجه بتطبيق او وضع تعليمات لتطبيق قانون لغاء هذه الامتيازات من الدرجات الخاصة بالتالي هذا الموضوع رح يخلق لنا اشكالات بما انه احنا عدنا شريحة كبيرة صارت تتمتع بهذه الامتيازات نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم السابق احمد حياك الله والقانون الموقرة وكذلك يا مشاهديكم من الأكثر حقيقة هناك رأي عام الآن في الشارع أو يسود الشارع العراقي مفاده ان هناك رضا وقبول من خطوات السيد محمد الشاعر السوداني التي اتخذها في الايام الاولى من عمر حكومته وهذه الخطوات كانت خطوات جريئة ولم نعهتها كشارع عراقي من قبل يعني الحكومات السابقة لم تقم باي خطوة من هذا النوع اما فيما يخص سؤال جنابك بخصوص الامتيازات نعم السيد السوداني اليوم يرتكز على قبول شعبي كبير جدا وكذلك قبول اقليمي ودولي ودعم كبير جدا هذا الدعم هو الذي دفع بسيد السوداني وهو صاحب الفكرة ليست اليوم وانما عندما كان وزير هو او نائب هو كان يطالب بخفض امتيازات الدرجات الخاصة والسياسيين والطبقة السياسية بشكل كامل سواء كان نواب او حكومة وما الى ذلك لانها ترهت كاهل الدولة العراقية ولديه برنامج واضح في هذا الجانب وقد تحدث عن ارقام مخيفة هذه الارقام لربما انه لو اختزلت او لو استقطعت من هذه الطبقات واضيفة الانميزانية سوف تشكل فارق كبير لربما انه ندعى فيها الطبقات المحرومة وضعيفة والفقيرة وطبقات المتقاعدين امر ممتاز وفي غاية الاهمية اسأل اليوم ساق التكسي اسأل اي بائع في الشارع يقول انه الخطوات التي تقوم بحكومة السيد السوداني او السيد السوداني حسرا هذه خطوات مقبولة ومحمودة وكنا نتمنى وهم الان يراقبون يوميا من على مواقع التواصل الاجتماعي او من على شاشات تلفاز التطورات لانه على ما يبدو ان السيد محمد الشاعر السوداني راح يعني يضع سياق جديد انه المواطن يجب ان يتلقب شاشات التلفاز ومواقع التواصل لانه هناك انفاجأة كثيرة بما بينه ساعة واخرى هناك انفاجأة فهذه انفاجأة ان شاء الله كلها سوف تصب في صالح العملية السياسية وفي عادة التقة التقة المواطن بالعملية السياسية ولربما انه نشاهد عملية سياسية في قادم الايام تكون اكثر شفافية واكثر نزاهة واقل فسادا وبالتالي سوف نقضي على الترهل والفساد الموجود في الدولة العراقية طيب دكتور طارق وجد الترحابي بحضرتك تفضل الدكتور الهلالي بان يسمي السيد السوداني حصرا باجراءاته ولكن لو وضعنا اجراءات رئيس الوزراء ضمن النسق او المنتظم السياسي راح نجد بانه متكع على حكومة خدمات وعد بها الاطار التنسيقي الاطار التنسيقي كان هو نواة ادارة الدولة بالتالي كل هذه المساند يعني وعدت بتقديم الخدمة للمواطن لما يكون هناك اصدار لبعض التعليمات تقليل انفاقات حكومية منع نثريات الضيافة للمكاتب الدرجات الخاصة الوزراء ومشاكل وايضا تقليل رواتب الوزراء 2.5 مليون دولار دينار من كل وزير كل هذه الاجراءات ألا تعكر هذه الارياحية اللي يتمتع بيها الوزراء ومن هم بدرجتهم بسم الله الرحمن الرحيم انا نفسنا بحضرتك صاد احمد وضيفك الكريم الاخر العزيز لك رعادي الهلالي ومرحبا في حقيقة الامر فكرة الخدمات وتقديم الخدمات هي كهدف سعت إليه جميع الحكومات يعني منذ 2005 ولقات الان ولكن مع الاسف الحكومات السابقة لم تستطع أن تقدم خدمة صحيحة وخدمة متميزة بالقياس إلى الدول الأخرى الدول المجارة باعتبار هناك عقبات كبيرة البعض الحكومات كان لديها عذر فيما يتعلق بالوضع الامني البعض الآخر يتعلق بموضوع النفط وانخفاض أسعاره ولكن بغض النظر عن جميع هذه المبرارات نعتقد أن المواطن العراقي ينتظر خدمات وهذه الحكومة الكثير من المواطنون يبنون عليها آمال كبيرة لا سيما وأن هذه الحكومة لديها وفرة مالية أولا ثانيا هناك إرادة من قبل السيد السوداني لغرض تحقيق شيئا ما باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومة تحت المجهر تختلف عن جميع الحكومات السابقة مسؤوليتها الآنية تختلف عن مسؤولية الحكومات السابقة باعتبار أن هناك جزء كبير من المواطنون العراق يتمنون النجاح ولكن هناك جزء آخر ينتظرون الفشل لكي يلوموا طبيعة تشكيل هذه الحكومات المستقبل باعتبار حكومات توافقية ويتشمع الحكومات السابقة ولذلك نعتقد فكرة النجاح هناك إصرار على تحقيقه ولكن عندما نتكلم عن حكومة الخدمات ماذا نعني بذلك؟ فكرة حكومة الخدمات لها أبعاد متعددة مثل ما تفضلت حمرتك فيما يتعلق بموضوع الرواتب وتقليل الرواتب وتقليل الفروقات بين الرواتب الدرجات العليا ورواتب البسطاء من الناس الدرجة التاسع الدرجة العشر إلى آخر ولكن هناك رؤية أخرى عن حكومة الخدمات بمعنى توفير الخدمات البسيطة ليست خدمات بمستوى عالي مثلا خدمات التي تقدمها الدول المتقدمة يعني حكومة التي تحقق دولة الرفاه في مثلا مناطق السويد والسويسرا وغيرها من الدول بل في العراق المواطن العراقي ينتظر خدمات بسيطة على مستوى الماء والكهرباء والشوارع والمدارس والصحة والتعليم هذه المشاكل هذه المستويات مستوى الخدمات أكبر مشكلة تواجه الخدمات وتقديم الخدمات هي آفة الفساد الإداري والمالي باعتبار كيف يمكن للسيد رئيس الوزراء وكابينة الوزارية أن تقدم خدمة في إطار هذه القطاعات المهمة في ظل وجود هذا الفساد المستشري ولذلك حسنا فعلت هذه الحكومة عندما اقترنت عملية البناء مع عملية مكافحة الفساد وإذا ما استمرت هذه الحكومة في نفس النسق فيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد إلى جانب تقديم الخدمة أعتقد سوف يكون النجاح حليفة طيب يعني هذه الخدمة التي تقدم أشر الدكتور عائد بأنه المواطن اليوم بدأ يلمس هذه الخدمات التي تقدم السحكين على موضوع التقليل للنفقات غير الضرورية وبعد عدنا كم ملف همر يدناقشها بهذه الحلقة ولكن خلو نروح الخدمات اللي بدأ المواطني المسهة لما نتحدث عن حي البساتين بالقرب من الشعب مثلاً الجهد الهندسي اليوم باشر برفع أنقاض العمل في هذا الحي وقبل كان في مدينة الحرية الجهد الهندسي اشتغل بالتالي هذا التماس أو العمل اللي بيتماس مباشر مع المواطن راح نشوف أنه يأتي بتحقيق نتائج فورية وملموسة أم أنه يعني راح تكون مجرد مرحلة وتنتهي وتبقى الخدمات متردية مثل معتادينا في حكومات تنفيذية سابقة حقيقة جناب دولة رئيسة الوزراء الآن هو عاقد العزم أن يذهب أبعد من بغداد نعم استهدف مناطق في بغداد ومناطق كانت متضررة بشكل كبير جداً يعني الدوان المشاكل العاني وحي الكوف وما إلى ذلك اليوم ذهب يوم مسعف وذهب إلى الديوانية وأيضاً ناقش هذا الواقع وكان جهد الهندسي قد سبقه للديوانية واستماعه على ما أعتقد وأيضاً ناقشوا مع المحافظين ومع المسؤولين في هذه المحافظات تقديم يد العون وتقديم الخدمات لهذه المحافظات وهذا الموضوع أيضاً سيشمل جميع المحافظات الأخرى المتضررة بشكل كبير جداً وحسب الضرر وكمية الضرر الموجودة في المحافظة يبقى موضوع مهم وأساسي حتى المواطن يشعر بحالة من الأطمئنان وأن يكون هناك رسالة إيجابية وأنا وجهتها من خلال الكثير من القنوات يعني من خلال الشرقية من خلال العراقية من خلال آي نيوز وأوجهها من خلال قناة كون وقرة إلى أخي وصديق لسادة أبو مصطفى أن هذه الأعمال التي تقوم به عليك بتسويقها إلى المواطن كي تكون هناك رسالة إيجابية من الحكومة إلى المواطنين أن هذه المواطنين أن هذه المناطق قد شملت بعمليات التطوير تأتي تباعاً يجب أن تسوق ما تقوم به الآن سواء على مستوى نفس الحالة التي جاء يسوق بها مكافحة الفساد يجب أن تسوق بها عملية تقديم الخدمات والبطاقة التموينية وكل المفاصل التي استهدفتها اليوم في حكومتك هذا موضوع محمود وموضوع ممتاز جداً لكن يحتاج إلى تسويق إعلامي تسويق إعلامي من خلال قنواتنا الكثيرة الموجودة العراقية وحتى القنوات العربية والدولية حتى يشعر المواطن وحتى يشعر دول أخرى التي ترتبط مع العراق بمصالح كثيرة جداً أن الدولة العراقية أو حكومة سيد سودان عاقدة على الاندماج بمحيط الأقليم والمجتمع الدولي هذه الحكومة تريد أن تتخلص من تراكمات الماضي وأنقاض الماضي وبالتالي بدأ العراق ينفض الغبار عن كاهله وبدأ يدخل كلاعب وكشريك أساسي في صناعة القرار في المنظومة الأقليمية والدولية لا يجب أن تبقى ذات السطورة التي معهودة عن العراق وشفنا قبل أيام المنتخب الكوستاريكي يمتنع عن الدخول إلى العراق وهذه مشكلة وطهمة كبيرة جداً من تكن كوستاريكي حتى ترفض دخول العراق هذه مشكلة نحتاج إلى معالجتها كل هذه الملفات مرتبطة واحدة بالأخرى اليوم إذا استطعنا أن نرمم البيت الداخلي ونذهب باتجاه ترميم علاقاتنا مع المحيط الأقليمي والمجتمع الدولي ربما سوف يكون للعراق دور كبير جداً أمننا كبير بالله تبارك وتعالى وبحكومة سيد محمد الشعاء السوداني بأن تحقق ما يتطلع له الشارع العراقي المتلهف لهذه المفاصل ومعالجة هذه المفاصل والأخطاء نعم دكتور طارق اليوم نتحدث عن اتجاه باتجاه المواطن يعني أو المضي باتجاه المواطن وخدماته ولكن هناك عملية مساواة في ما أحدثته الحكومة السابقة وغيرها من إعطاء امتيازات لطبقات معينة يعني اليوم السودان نشوفه لما يوجه بعدم منح النواب عجلات جديدة وبالتالي اعتماد القديم وحتى وصل الأمر إلى سحب الحمايات من الوزراء من الرئيس الوزراء السابق والوزراء السابقين بالتالي اليوم رح نشوف عملية المساواة من هذا المنظور هل هذا الأخذ والعطاء يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية؟ نعم بالفعل موضوع العدالة الاجتماعية مسألة في غاية الأهمية باعتبار أن واحدة من أسباب تحقيق الحكم الرشيد هو تعزيز الطبقة الوسطى لطالما وجد هناك طبقة غنية مقابل طبقة فقيرة وهناك عدد محدود من الطبقة الوسطى سوف تكون هناك مشاكل لها بداية وليس لها نهاية ولذلك نعتقد أن هذه الإجراءات إذا ما استمرت وأخذت الحكومة جدية في عملية التطبيق على الأرض الواقع سوف تحقق نتائج مرجوة في الأيام القريبة وأنا أتفق مع الدكتور عائد الهلال فيما يتعلق بعملية تعميم وعملية إبراز الجهد الموجود باعتبار أن هناك أزمة ثقة كبيرة عندما نتحدث لأي مواطن عراقي على الإنجازات الموجودة أو التحقق الإنجاز يرفض هذه الفكرة وفي بعض الأحيان قد ينفيها ولكن عندما يتم تعميم هذه الأفكار وتعميم هذه الإنجازات على المستوى التشريعي على المستوى التنفيذي على المستوى القضائي وكذلك الحال فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي وعملية يفترض أن يقدم كشف أيضا كل شهران كل ثلاثة أشهر بطبيعة النسب التي تم من خلالها تطبيق البرنامج الحكومي خاصة في جانب الخدمات باعتبار أن البرنامج الحكومي الذي عده السيد السوداني أعتقد يختلف عن جميع البرامج من حيث التوقيت فيه توقيتات واضحة بعض الأمور تم توقيتها بشهر وأمور أخرى تم توقيتها بثلاثة أشهر وستة أشهر وهكذا وبالتالي عملية المتابعة وعملية تعميم هذه الإنجازات مسألة مهمة إضافة إلى مسألة أخرى أيضا بالإمكان تعميم التجارب الناجحة في العراق ليس جميع التجارب هي تجارب فاشلة حتى على مستوى الخدمات هناك لدينا على مستوى محافظات وكذلك على مستوى بعض الأقضية والنواحي في بغداد هناك تجارب ناجحة ممتازة يفترض أن تستفاد منها باقي الأماكن التي قد تعاني من مشاكل في الخدمات وأعتقد من أبرز المشاريع التي قد تنجح في العراق هو وجود محافظات جديدة أبنية جديدة باعتبار أن بعض الخدمات قد لا تنجح في إطار إعادة وترميم مثل مسألة المجاري مسألة الماء باعتبار أن هذه الأنابيب هي أنابيب قديمة مهما كان فيما يتعلق بالتصميم ولذلك موضوع الإنجازات التي تقدم على مستوى الخدمات للحكومة إذا ما تم بناء محدات مباني مدن جديدة على غرار ما حدث في مصر أعتقد أن الإنجاز سوف يكون أوضح وأكثر وضوحاً لا سيما أن هذه المدن الجديدة وهذه الخدمات الجديدة قد تساعد على تخفيف هذا الاكتظاظ السكان بداخل العاصمة وداخل المركز فضلاً عن ذلك حتى موضوع التكلفة أعتقد هي التكلفة أقل مما عملية الإنفاق الأموال الكبيرة على بعض الخدمات التي قد تكون يعني مجرد عملية إعادتها ولكن التكلفة باهظة إلى حد كبير الدكتور عائد يقترح الدكتور الزبيدي بأن يكون هناك تقديم عرض تفصيلي أو واقع معزز عن طريق الإنفوغرافيك من قبل مكتب رئيس الوزراء بإنجازات مرحلية ضمن شهر أو ثلاثة أشهر ولكن خلي نرجع إلى بعض الإجراءات هل هذه الإجراءات نعتبرها من ضمن الإنجازات لما يلغي عجلات يلغي حجز طيارات خاصة للرئاسات الثلاث يلغي العلاج على حساب الدولة للرئاسات الثلاث ومن ضمنهم مكتب الشخصي وأيضا هناك يعني مضي بتوجه نحو إلغاء عشرين سفارة في عشرين دولة لعدم موجود عراقيين في هذه الدول ولكن بمجمل هذه الأوضاع التصحيحية رح نعتبر إنجازات له مجرد تصحيح وضع معوج وبالتالي تقييم الأداوة تقويمه في المرحلة الراهنة نعم سيد أحمد أنا أتفق مع ديشور طارق في قضية المنجز وتقدير المنجز وتقديمه إلى الشارع العراقي كي تكون هناك علاقة وطيدة ما بين الحكومة والشارع ونعيد ثقة المواطن بالحكومة من خلال تقديم هذه الأحصاءات وكل خطة هذا معروف في علم الإدارة إن كل خطة إذا ما تكون مزمنة ما رح نعرف النتائج التي تحققت من خلال هذه الخطة فبالتالي عملية تقسيم الخطة على فترات زمنية ومناقشة هذه الفترات الزمنية حتى نلاحظ مدى الإنجاز الذي يتحقق ومدى ربما الحراف الذي حصر في الخطة والذي يحتاج إلى عملية تقويم وبالتالي تصحيح المسارات أما فيما يخص سؤالك الآخر قضية الامتيازات وقضية منع النواب من استخدام السيارات الحديثة أو الطائرات الخاصة أو الإنفاق الحكومي الذي يصرف على الطبقة السياسية في الماضي كان بشكل كبير وبشكل غير واقعي هذا الموضوع اليوم ومن خلال نظرة الأخ أبو مصطفى إلى العملية السياسية لأنه كان جزء ولا زال كان ولا زال جزء من العملية السياسية واليوم هو في مركز إصدار القرار فبالتالي لديه صورة كافية عن كل أبواب الفساد التي كانت ترهقها للدولة وميزانية الدولة بمليارات الدولارات سنويا فهذه الخطوات خطوات كما قلنا في بداية الحديث إنها خطوات جريئة خطوات إيجابية لم تكن معهودة وعليها أن يستمر بهذا الموضوع لهذا إنجاز نعم هو في ذات الوقت تصحيح وترشيق لمفاصل الدولة ولكن إنجاز يحسب إلى حكومة السيد محمد الشيعة السوداني نستمر إن شاء الله أنا على يقين تام بوثقة تامة بهذا الرجل أنه سوف يقوم بتصحيح مسارات العملية السياسية وسوف تكون هناك عملية سياسية أكثر شفافية وأقل فساد وسوف تكون هناك محطة جديدة ينطلق من العراق إلى بوابة أرحب وأوسع مما كان موجود لدينا في السابق كل ما لدينا كان في السابق هو عملية فساد يعني أرهقت الدولة بالكثير من الترحل والوظائف التي لا يحتاجها الدولة أو مؤسسات الدولة والمصاريف الكبيرة جداً التي كانت تستقطع من ميزانية المواطن البسيط وتذهب إلى جيوب الفاسدين كل هذه الأمور الآن السيد محمد الشاعر السوداني جاء يعالجها بحكمة وبمهنية وأعتقد أنه كل خطوات الآن ما استفزت الآخر ولا أثارت حفظة الآخر لأن الآخر هو على يقين تام أنه ما كان يحصل في السابق هو عملية فساد وأن ما يقوم به السيد محمد السوداني هي عملية تصحيح لمسارات العملية السياسية أشكرك شكراً جزيلاً دكتور عائد الهلالي عضو تحالف فتح ثريت الحوار في هذا الملف وتتفضل البقاء معي الدكتور طارق الزبيدي كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحب أكونوا معنا من جديد حياكم الله بعد أن كانت العملية العسكرية التركية مجرد أنباء وتسريبات تحولت في ظرف ساعات لحقيقة ساعات أخر بقيت مناطق في شمال العراق وسوريا تحت الضربات الجوية لأسباب قديمة جديدة لا تتحدث عنها أنقرة بأنها تتعلق بسلامة حدودها خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف لكن بعد نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب ما كان متوقعاً قد حدث فعلاً فبعد أيام قليلة من ورود تقارير صادرة عن القنصلية الأمريكية في أربيل وهي تحذر رعاياها بتجنب مناطق شمال العراق وسوريا بعد أنباء استخبارية عن نية تركيا شن عملية عسكرية محتملة فحل فجر الأحد والنبأ أفها حقيقة وترجمت المعلومات إلى عمليات المخلة بالسيف الجوية ضد أهداف منتخبة لفصائل معارضة للنظام التركي فهذه المرة لعبت الولايات المتحدة دور تحريك الجمر أما أنقر بعد تفجير إسطنبول فهي تحاول نقل الامتعاض إلى حد الغضب المحتاج إلى رد واضح وصريح هذه المسألة تأتي من كونها عضواً في حلف الناتو إضافة لأن القوات الأمريكية تحتفظ بعناصر ولها وجود عسكري في قاعدة أنجرلك جوية إضافة إلى أن القوات التركية تتعاون وتتواصل مع القوات الأمريكية الموجودة في الشمال العراق لذلك هي على دراية وعلم بما تخطط له القيادة العسكرية التركية ضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف تركيا وقواتها الأمنية واشتتاث الإرهاب من جذوره فضلاً عن الاستناد القانوني لهذه العملية من خلال ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروعي في الدفاع عن النفس هي مباررات القيام بهذا الفعل كما تعلنها وزارة الدفاع التركية غير أنها مستهلكة بحسب قانونيين وهذا لا يعفيها من المساءلة الدولية نحن بحاجة إلى تدويل المسألة وبحاجة إلى عرضها أمام المنظمة الدولية والوصول إلى نتائج مقنعة لأن الأتراك بات لديهم مشروع توسع في شمال العراق مبني على معاهدات قديمة مثل معاهدة لوزان وهذا هو ما يقلق الوضع الحقيقي وبينما تتحدث أنقرة عن منجزات هذه العملية وتدمير ضرباتها الجوية لتسعة وثمانين هدفاً بما فيها ملاجئ أو مستودعات ذخيرة وتحييد الأرهابيين بحسب وصفها فأن العراق وبلغة الأرقام يكشف عن تسعمائة نقطة توغل تركي فضلاً عن خمسمائة عسكري داخل أراضي وهو ما يمثل تسعى دائرة الخطر وخرق السيادة علي حبيب الأيام الفضائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني وصلنا لمرحلة يعني صارت المسألة عادية جداً حتى في الإعلام من التناول هنقول له هذه ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة وبالتالي عدة مرات تتكرر هذه الاعتداءات شنو السبب برأيك؟ أنا وسألنا مرة أخرى بحضرتك وضيفك الكريم أستاذ مخلد والمشاهدون الأكارم في حقيقة الأمور هذا الموضوع موضوع معقد موضوع التواغل التركي وكذلك الاعتداءات من قبل الأتراك وكذلك من قبل إيران في تلك المنطقة مسألة مستمرة منذ 2005 ولغاية الآن بل من 2003 ولغاية الآن نعتقد أسبابها ترتبط بموضوع تواجد المعارضة على مستوى التركي وعلى مستوى إيران حقيقة بشكل عام إضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بالفراغ الأمني في تلك المنطقة وعدم سيطرة الحكومة على هذه المناطق بالذات المثلث الموجود ما بين الحدود العراقية التركية الإيرانية ولذلك نعتقد أن عملية التكرار سوف تستمر لطالما استمرت مبرات وجود هذه الاعتداءات هذه الاعتداءات هي اعتداءات مرفوضة يفترض على الدولة العراقية أن تفعل جميع وسائل الضغط على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وكذلك حتى على المستوى العسكري ولكن مع الأسف بسبب الظروف السياسية العراقية الحالية هناك صعوبة لتحريك أي قوات عسكرية في تلك المنطقة باعتبار أن أقليم كردستان سوف يرفض تحرك أي قطعات عسكرية ولكن لو سمحت سلطات أقليم كردستان بتحرك الجيش العراقي كفرقة عسكرية أو تواجد عسكري في تلك المنطقة قد يخفف من وطعة هذه الاعتداءات باعتبار أن تركيا دائماً ما تحاول أن تستغل هذا الفراغ الأمني الموجود في تلك المنطقة باعتبار أنها تحاول أن تكبح جماح بعض الجماعات التي تعتقد وتصنفها تركيا بأنها رهابية تركيا في إطار تواجدها في هذه المنطقة استغلت ثلاث مراحل من مراحل العراق دائماً هي مراحل كانت تعاني من ظروف أمنية قاسية لا سيما المراحل الثالثة الثلاثة عفواً 1991 أصبح هناك فرصة للتوغل التركي كمرحلة أولى المرحلة الثانية هي بعد أحداث عام 2003 والمرحلة الثالثة هي عام 2014 بعد أحداث داعش هذه المراحل الثلاثة استغلتها تركيا وبدأت تسحف وتبني قواعد عسكرية في تلك المنطقة المهمة وبدأت تحاول أن تكون لها مواقع وقواعد ثابتة وهذا الموضوع حقيقي يخالف العراف الدولية ويخالف جميع المواثيق من غير المعقول أن تأتدي دولة على حدود دولة أخرى وقد جميع المبررات هي لا تكفي باعتبار أن وجود جماعات مسلحة قد تهدد أمن التركي يفترض بتركيا أن تقاتل هذه الجماعات على أراضيها ومن غير الممكن وليس لها الحق أن تقاتل هذه الجماعات على أراضي الغير فضلا عن ذلك الاعتداءات دائما ما تكون وتصيب المدنيين وهذا الموضوع أيضا هو مدان وأعتقد أن الحكومة يفترض أن تقف وقفة حقيقية تجاه هذه الخروقات هذه المسارات الثلاث سيد مخلد الجد الترحابي بحضرتك المسارات التي يتحدث عنها الدكتور الزبيدي نضيف لها أنه بحسب وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن هذه الغارات تعتبر أكبر عملية سينفذها الطيران التركي الغريب بالأمور بأنه محد امتلك هذه المعلومة غير القنصرية الأمريكية في أربيل فقط هي التي امتلكت هذه المعلومة بالبداية وحذرت رعاياها هناك علاقات ارتباطية بين الملفين الأمريكي والتركي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وضيف لك الدكتور طارق ولمشاهدين قناة الأيام لك كل التحية يعني حقيقة عندما نتكلم عن الاعتداءات التركية اليوم نرى أنها في زيادة وتيرة هذه العمليات وخصوصا مع قرب عام 2023 على اعتبار أن اتفاقية لوزان سوف تنتهي في 2023 بالتالي هي تحاول أن تضع قدم ثابت لها داخل الأراضي العراقية تحسب الاتفاقيات قديمة قد تعتبر هذه الأماكن هي جزء من ولايتها سابقا نحن عندما نتكلم عن حزب الأمار الكردستاني تركيا تلاحق حزب الأمار الكردستاني منذ أربعين سنة ولحد هذه اللحظة لم تستطع القضاء عليها وهذا معروف ضمن التاريخ أن هذه الأحزاب المعارضة الأيديولوجية القومية العقائدية لا يمكن القضاء عليها من خلال قصفها أو الحرب معها لا يمكن إلا من خلال جلسة حوار تعقد ما بين الجانبين التركي وحزب الأمار الكردستاني بالتالي هناك تفاقية قديمة وسابقة ما بين تركيا وحزب الأمار الكردستاني في لبنان وبموجبها وضعت هذه المنطقة كمنطقة آمنة لحزب الأمار الكردستاني نلاحظ كانت سابقا متواجدين في قندية وغيرها لكن ليس بهذه الكثرة من العمليات أنا أرى أن لتركيا في هذه العملية غايات كبيرة أولها أضعاف حزب الأمار الكردستاني لأجل أن لا تستنسخ تجربة كردستان في تركيا أولها وثانيها أضعاف أقليم كردستان على اعتبار أن كردستان ممكن أن تتطور وأن تستثمر في النفط والغاز وممكن أن تغير المعابر التي كانت سابقا تمر عبر تركيا بالتالي هذا المحور هو محور جبل سنجار والمحاور للتواجد فيها تركيا تريد بسط السيطرة عليها من أجل أنه لا تدع ليقليم كردستان منافذ أخرى لتصدير النفط أو الغاز إلا عن طريقها لذلك نجد أن موضوع حزب الأمار الكردستاني أنا أرى أن هذه حجة وهي أيضا بالنسبة لتركيا تتحجز بالمادة 51 من قانون من ميتاق الأمم المتحدة لكن ميتاق الأمم المتحدة في المادة 51 حتى محكمة العدل الدولية يعني لم تعطي هكذا أريحية وهكذا صلاحية بأن يتم قصف دولة جارة بحجة حق الدفاع الشرعي وخصة ضمن هذه الفقرة لذلك نحن نحتاج إلى أن تكون دينات دبلوماسية عالية المستوى وتدويل القضية وصوت عالي في مجلس الأمن إضافة لذلك نحن اليوم تربطنا مع الولايات المتحدة تتكلم بصراحة اتفاقية إطار استراتيجية واتفاقية أمنية بموجب هذه الاتفاقية متى ما تعرضت أرض وسماء العراق إلى أي خطر خارجي فبالتالي سوف تتدخل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من أجل حماية هذه القوات لكن بطلب من الحكومة العراقية لم تفعل هذه نعم سيد مخلط عفوا المقاطعة هنا عندنا متغيرات جديدة دخلت على الساحة تحلل ياه دكتور طارق عن قضية رد الاعتبار للسلطان العثماني بأنه أصبح هناك اختراق من الداخل فهل هذه السياسة سياسة تحويلية إبدال إحلال لما يكون هناك قصف بتهمة أنه حزب العمال الكردستاني هو لضلوع بعمليات الداخل التركي رغم أنه الأخير نفى أي دور إلى بهذا الموضوع سيد العزيز نحن عندما نتك سيد الدكتور الزبايد حتى نشارك بالحديث نعم في حقيقة الأمر في تركيا نجد دائما أنه بعض الأزمات قد يتم اختلاق أزمات لغرض يعني معاقبة الخصوم وهذا ما وجدناه في يعني ما يسمى بعملة الإنقلاب على أتاتورك وبالتالي بدأت هناك حملة ضد المعارضة فتح الله قولن وتم تصفية جميع من ينتمي إلى فتح الله قولن على مستوى المناصب وعلى مستوى جميع المستويات كذلك الحال فيما يتعلق بهذا الموضوع التفجيرات الإرهابية التي حدثت في تركيا وعملية نسب هذه التفجيرات وارتباطها بحزب العمال أيضا هو أصبح كمبرر وذريعة لغرض شن هذه العمليات ولكن أعتقد عملية شن هذه العمليات سبب في ذلك وتكرارها أن تركيا بدأت تعي وتعرف أن العراق ضعيف لا يمكن له أن يفعل هذه الملفات صحيح كعراقي أنا أتمنى على الدولة العراقية أن تفعل ملفات متعددة تتعلق بموضوع الجانب الدبلوماسي الجانب السياسي كتابة مذكرة احتياج أمام مملكة الأمن وغيرها من المسال الأخرى وحتى موضوع الجانب العسكري أعتقد بالإمكان التنسيق مع عقلين كردستان لتشكيل فرقة تشكيل لواء هذا إذا كان العراق يدخل على خط الحل أو فضل اشتباك بهذه الأزمة ولكن القضية إذا كانت تركية تركية هل أنه هذه المواضيع مثل ما أحللها البعض بأنه رد اعتبار لتركيا بأنه تقصف الخارج كي ترد اعتبارها للخروقات التي حدثت بالداخل نعم أكيد هي محاولة لغرض استثمار هذه الفرص وبيان أننا نستطيع أن نلقي القبض على المنفذ وكذلك نعاقب الذي نفذه فهذه المسألة واضحة وحضراتكم تعرفون عمليات القبض كانت بشكل سريع وهذا يحسب للجانب التركي إن كان المنفذ هو منفذ الحقيقي الموضوع الآخر أيضا تحاول تركيا أن تحافظ على ماء الوجه في المنطقة باعتبار أن تركيا دائما ما تؤكد أنها دولة قوية أحد أعضاء حلف الناتو ودولة على المستوى الاستخباري على المستوى الأمني فكيف لها أن يحدث لها انفجارات واضحة الانفجار الأول ومن ثم انفجار آخر في مدة زمنية جدا قريبة ولذلك تحاول أن تقدم ضربة استباقية لهذه الجماعات التي تعتقد أن منفذها يرتبط بحزم العمال كردستان طيب أستاذ مخلد يعني قسد وغيرها هددت الجانب التركي بأن هناك يكون الرد من عمليات مماثلة وهذه العملية لن تمر عملية مخلب النسر بالتالي هذه العملية لن تمر مرور الكرام لما تكون هناك تعدي وردود أفعال على هذا التعدي العراق أين دورة في هذه المعادلة يعني حقيقة يعني لحد هذه اللحظة لم نرى صوتا مدويا آليا من قبل الدبلوماسية العراقية حقيقة نحن لدينا يعني التجاوز العسكري برأيك تقترح أنه تكون قبالة دبلوماسية لا لا عندما نتكلم بواقع الحال لدينا ثلاث روادع يعني لهذه الموضوع الرادع الأول هو يكون الرادع العسكري وهذا الرادع قد استخدم سابقا في ثمانميات القرن المنصر تجاه تركيا عندما اخترقت أحدى طائرات الأتراك الأجوال العراقية تم هناك استخدام الرادع العسكري وكان مجديا وفعالا وناجعا اليوم نحن لن نتلك الرادع العسكري يصطيع أن نتقدم باتجاه الجانب التركي بهذا الموضوع لذلك نحن نبحث عن الرادع الثاني والثالث الرادع الثاني هو الرادع السياسي الدبلوماسي والرادع الثالث المهم هو الرادع الاقتصادي نحن اليوم لدينا تعاملات اقتصادية مع تركيا جربناها من أول اعتداء تركي ولحد اليوم لم ينفذ لم ينفذ ما صار به تفعيل لا من حكومة الكارب نعم لذلك منعرف مدى ضغط هذه الملفات إذا قاطعنا البضاعة التركية راح تكف تركيا شرها عن شمال العراق يعني بالتأكيد يعني هاليوم كل شيء وارد يعني هاليوم الموضوع الاقتصادي تركيا تعاني من حصار اقتصادي تعاني من أزمة اقتصادية وحتى ايران تعاني من أزمة اقتصادية ونحن الواردات والصادرات ما بين العراق وتركيا وإيران بمليارات الدولارات سنويا بالتالي هذه ورقة ممكن أن نلعب بها العراق تجاهها مثل هكذا أفعال لأن انتهاك السيادة هو انتهاك لأمن البلد بالتالي اليوم قليم كندستان هو جزء من العراق عندما تنتهك هذه الأرض أكيد لغايات ولأهداف كثيرة بالتالي هذه المنطقة نحن مثلما تكلمنا هذه المنطقة هي منطقة مهمة اليوم عندما نتكلم عن قواعد عسكرية تركية قد أنشئت في هذه المنطقة أكثر من 30 قاعدة عسكرية أكثر من 4000 إلى 7000 يعني عسكري تركي تواجد في قليم كردستان هذا ليس لمحاربة ليس لمحاربة حزب العمال الكردستاني حزب العمال الكردستاني كان متواجد سابقا وقبل 30-40 سنة متواجد في جبال قنديل ودائما ما كنا نسمع عملية هنا هنا حتى كانت هناك اتفاقية فيما بين العراق وتركيا عندما تحاول عندما تريد تركيا أن تلاحق حزب العمال الكردستاني لمسافة أكثر من 15 كيلومتر يجب تبليغ الجانب الأراقي وأن تخرج مجموعة عسكرية ترافق هذه المجموعة لملاحقة حزب العمال الكردستاني ومن ثم تعود إلى 5 كيلومتر أو خارج الحدود كل هذه الاتفاقيات كانت موجودة عندما كانت تتواجد لدينا سيادة حقيقية وبلد ذا إمكانيات عسكرية ومؤسسات عسكرية نستطيع من خلالها الرد الحقيقي إذا ما انتهكت هذه السيادة دكتور طارق يتحدث السيد مخلط حازم عن الصوت المدوي للعراق طبعا خلي نوسع شوية نشوف إذا صارت أصوات مدوية نجي على تركيا تتعكز على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وتقول إلي الحق ولكن أكو طرفين متضرر بهذه العملية اللي هو العراق وسوريا هل بإمكان العراق وسوريا يواحدون الخطاب وبالتالي يقيمون الشكاوى والدعاوى أمام مجلس الأمن الدولي من الممكن أن يكون هناك صوتا مدويا تمثل دولتيا يحدث أثر في حقيقة الأمر حتى المادة 51 ميثاق الممتحدة لا تجهز لدولة أن تحتل دولة أخرى فيما يتعلق بهذا التوغل ومثابة احتلال لطالما دخلت القطعات العسكرية الحدود العراقية وهذا الموضوع واضح لا يحتاج إلى برهان مثلا جدا مهمة فيما يتعلق بالصوت المدوي نعتقد المشكلة الحقيقة أن هذا الصوت على المستوى الداخلي هو مشتت نحن لو كان لدينا مثلا يعني إجماع وطني على المستوى السياسي يعني جميع الكتلة السياسية تؤيد فكرة يعني مقاضات تركيا وكذلك على المستوى حكومة الإقليم وحكومة المركز وكذلك الحال موضوع الداخل على المستوى الشعبي مع الأسف في بعض القضايا العراق على المستوى الداخلي منقسم في هذه القضايا بالرغم من أنها تمثل مصلحة وطنية عليا وتمثل تهديد للأمن الوطني العراقي الأمن القومي أيضا نعم وكل مع الأسف بالوقت الحاضر إذا ما ذهبت وعملت استطلاع ليس جميع العراقيين على المستوى الشعبي يرفضون هذا التجاوز وليس جميع السياسي على المستوى السياسي يرفضون هذا التجاوز ولذلك لو كان هناك لدينا وحدة قرار داخلي بالإمكان عكس هذه الوحدة على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي وكتابة مذكرة احتجاج لمجلس الأمن وتفعيل جميع المواثيق الدولية لغرض كبح هذا الاعتداء ولكن مع الأسف هناك بعض الجهات تحاول أن تستغل هذا الموضوع سياسيا ولذلك نجد أن هذا الموضوع بالذات القصف على مستوى إيران أو على مستوى تركيا يوظف سياسيا ولا يوجد هناك وحدة قرار داخلي لبين كان تنعكس على المستوى الخارجي أستاذ مخلد في سؤال أخير لحضرتك تحدث الدكتور الزبيدي عن مواقع الضبط عدنا ضبط داخلي ضبط خارجي إذا ما مارست الحكومة العراقية بكل مفاصلها مجلس النواب كذلك بكل مفاصلة مارسوا هذا الضبط الداخلي والخارجي من الممكن أن نأتي بمسارات جديدة غير التي تحدثنا عنها يعني ما هي المسارات التي ممكن أن عدنا دولتين هس العراق وسوريا متأذين من هذا الأمور يعني اليوم الوضع في العراق اختلف عن الوضع في سوريا اليوم البلد في العراق واعتبر بلد مستقر اليوم هناك دولة هناك سيادة هناك مثل ما يقال كل هذه الأمور هناك قوات عسكرية هناك أجزة أمنية كل هذه المعطيات تجعلنا نحن في موقع يعني صعب موقف محرج أمام العالم عندما تنتهك هذه السيادة نعم أقليم كردستان حتى المشكلة نحن نعاني من عدم التوافق فيما بين الكتر السياسية هذا ضبطنا الداخلي أقليم كردستان ضبطنا خارجي سيد مخلت هذا كله ضبطنا الداخلي ضبطنا الخارجي يعني تركيا همامة متعب كل الأريحية عندها أحزاب معارضة عندها جهات معارضة ما ممكن أنه نستثمر هذه نقاط الضعف بتركيا سيدي يعني نتكلم بصراحة أمن وسيادة البلد هو يحكمها الرادع العسكري كمتى ما توفرت تذيك قوة عسكرية اليوم كوريا الشمالية عندما تمتلك سلاح نووي وهي دولة صغيرة لا تستطيع أقوى الدول التصرف معها بالتالي الرادع العسكري هو مهم لأمن وسيادة البلد نحن لحد هذه اللحظة لا نمتلك دفاع جوي ممكن أن يحمي حدود البلد لا نمتلك قوة جوية ممكن أن تحمي البلد كل الذي لدينا هي عبارة عن يعني أسراب طائرات قسم منها قديمة وقسم منها يعني حتى الأفسيكستيل هي طائرات ليس بكامل الصلاحيات التي نحتاجها اليوم يجب أن تقوى القوة العسكرية الدفاع الجوي يجب أن تكون يعني للأمن القوم العراقي كلمة حقيقية بهذه السيادة وأن يكون لدينا دبلوماسية عالية المشتوى وليس رغبات هذه الكتلة وتلك الكتلة نحن تحكمنا السياسات البنية السياسية في العراق تحكمنا الجزء مع هذه الجهة وجزء مع هذه الجهة لذلك العراق ضاعمة بين هذه الكتلة السياسية بالتالي اليوم حتى في إقليم كردستان هناك كتلة يعني هناك رأيان رأي تريد أبقى حزب العمار الكردستاني ورأي لا تريد أبقى حزب العمار الكردستاني رأي يريد أبقى حزب الكومة يعني هذه التناقضات هو يجعل الدول الأخرى تستبيح هذه الأرض لأنها تعرف واقع الحال الداخلي العراقي أشكرك شكرا جزيلا سيد مخلد حازم الخبير الأمني أثريت الحوار في هذا الملف شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ مخلد وأشكر كثير لحضرتك رافقتنا في الملفين الدكتور طارق الزبيدي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد وشكري وصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله